ايف سان لوران في هذا الحدث مثيل لم يحصل وأن عرضنا للبيع مجموعة بهذه النوعية أعتقد أنها ستلقى تجاوبا كبيرا لدى جامعية تحف الذين لا تتاح لهم الفرصة لاقتناء تحف بهذه النوعية بعد وفاة ايف سان لوران العام الماضي قرر بيرجي بيع كل التحف التي كانت تزين شقتهما في باريس سعيا منه لطوي صفحة الماضي عند بيع آخر قطعة في المزاد سيتم وضع حد نهائي لقصتنا ستكتب كلمة نهاية وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية تأمل دار كريستيز بيع هذه المجموعة بحوالي 400 مليون دولار عند عرضها في مزاد باريس في أواخر شهر شباط فبراير من بين أبرز التحف لوحة لبيكاسو تعود للفترة التكعيبية والمقدر ثمنها بـ 40 مليون دولار ومجموعة نادرة للواحي موندغيان ولكن قيمة هذه الأعمال الفنية بالنسبة لإيف سان لوران ولبيير بيرجي كانت تتمثل في العيش بينها كلها كانت موضوعة ومرتبة بشكل ذكي حيث لا يطغى أي واحدة منها على الأخرى هذه المجموعة تم تكونها من طرف شخصيتين نبيهتين ولتان فكرتا بتناسق وهذا أمر غير عادي ولكن بعد فترة قليلة سيتم باثرة هذه الأعمال بين مختلف المتاحف وجميعية تحف ليكرس هذا المزاد نهاية عهد طويل لملك عالم الموضة